القاهرة تقدم النيل بيسأل مسابقة يومية على هواء البرنامج العام مقدمة من إدارة التوعية والإرشاد المائي بوزارة الموارد المائية والرأي وفيها النيل بيسأل وزي كل سنة بنتكلم عن حابي النهر العظيم وبعد كلامنا ييجي سؤالنا واللي يجاوب السؤال يبقى ليه جواهز قيمة لكن أكبر جائزة هي أننا نحافظ على كل نقطة مياه كلنا بنحب نهر نين وبنحترم دوره في توفير عناصر الحياة في مصر ولكن هل فكر كل منا كيف يتعامل مع النهر؟ قد يظن سكان المدن أن الريفيين فقط هم الذين يتعاملون مع النين من خلال الزراعة ولكن ذلك ليس بالدقة الكافية لأن سكان المدن يتعاملون أيضا مع النهر ولو بصورة غير مباشرة فقطرة الماء التي تنساب من الحنفية أو الصنبور ما هي إلا امتداد للنهر كالشريان الذي يهدي مختلف أماكن الجسد واستهلك الفرد في مصر من مياه الشرب ثلاثة أضعاف استهلاك المياه في دول أخرى أكثر ثراءا بالمياه ويبلغ نصيب الفرد من مياه الشرب في مصر 350 لتر في اليوم والمزارعون هم أكثر المتعاملين مع النهر من خلال ري الأرض ثم صار في المياه وقد تحملت بالمبيدات والأسمدة ومخلفات أخرى غير المستحبة وسؤال حقا في اليوم كم يبلغ نصيب الفرد من مياه الشرب في مصر؟ وبكرة سؤال جديد وعشان تشترك في المسابقة ابع عشر إجابات صحيحة قبل نهاية شهر يوليو على القاهرة مبنى الإذاعة والتلفزيون ماس بيرو الدور الرابع مسابقة النيل بيس أل مع تحيات مارفة خير الله صمر سعيد لطفي سامي الشيمي وأيمن فتاحة اشتركوا في القناة